شهد منفذ الوريعة الحدودي وبوابة اليمن البرية الوحيدة مع المملكة العربية السعودية التي لا يزال اليمنيون يحصلون من خلالها على احتياجتهم شهد حملة نظافة نفذتها إدارة جمهلك المفذ تهدف إلى تخريص كافة ساحته وأرجائه من تركم الأوساخ والقمامة وتحسين الأوضاء الصحية والبيئية فيه وفقا لتلك التوجيهات الأخيرة التي أصدرها المحافظة تم هذا اليوم تدشين حملة نظافة لمنفذ الوديعة وفق رؤية المحافظة الذي زارنا في الأيام المصرمة وأوصى بأن تكون هناك يوما خاصا بالنظافة وقد تم في يومنا هذا بمشاركة جميع من في المنفذ أسكريين ومدنيين وأمنيين ومواطنين الحملة وهي الأولى من نوعها منذ تأسيس المنفذ عام 2003 تؤدي بمثابة خطوة أولى في مسار الألفين لتصحيح الأوضاع في المنفذ وهي التي حظيت بتفاعل غير عادي تمثل في مشاركة كافة العاملين بشقة لهم المنفذ والأسكريين سوري من درعة شاركنا في تنظيف المنفذ اليمن السعيدة حدود منفذ السعودية الوديعة والحنا السائقين هنا شاركنا في تنظيف المنفذ وأمام هذا المشهد التطوعي التشاركي لم يجد الكثيرون حتى من بين أولئك الذين لا يمثل لهم المنفذ سوى بوابة عبو انخرطت جميع هنا في حملة النظافة للمنفذ في صورة تظهر مدى رغبة الجميع في تنظيف شريان الحياة الوحيد لليمنيين محمد اليزدي لقناة بلقيس منفذ الوديعة